البسيط والمضارع المستمر present simple و present continuous جملة كمان انا اخدها في زمن simple past الماضي البسيط لو جيت قلت الماضي البسيط احباي يبقى انا عارف ان هو was aware وتصريف كام تالت طب الجملة بتقول ايه بتقول they played chess last night هم لعبوا chess شطرنج البارحة الفاعل they ده السبجيكت عملوا ايه verb ده الفعل played played what chess ده الابجيكت يبقى ادي السبجيكت ادي الفيرب ادي الابجيكت طيب ونبدأ بمين بقى كلمة ده اللي على الزمن time reference حطها في الاخر في الاول مفيش مشكلة خالص هنكتب هنا زي ما كانت مكتوبة كده كلمة last night طيب وبعدين chess تجي الاول وبعد كده قلت انا ان they ده تبقى by them مش مش بحتاجها ما انا معرفش مين هم اصلا لو مكتوب نادر وعالي كنت قلت buy نادر اند علي او buy them لكن انا معرفش مين اللي عمل كده فمش بالضرورة buy full hand لكن تبقى عارفين ان هنا كان اصلا المفروض buy ودي كلمة them ضمير المفعول مش عايزها وبرسم المستطيلة اهو وبكتب b والتصريف التالت كل مرة بنتعلم نفس القاعدة بنعمل ايه بقى بنطلع بسهم من verb to be للفعل وسهم من الفعل للتصريف التالت طيب خانة التانية اسهل اي فعل منتهب ed في التصريف التاني هيبقى برضو منتهب ed في التصريف التالت تبقى played ادي كلمة played تمام كده ادي كلمة played طيب هنا بقى اللي حصل مع play هو كان اصله play حصل معا ايه بقى تصريف تاني بقى تصريف تاني وانت عايز بي يبقى زيه عايزه يسويه يبقى بي في التصريف التاني اذا كان played تصريف تاني يبقى بي تصريف تاني بي في التصريف التاني was aware اكيد تشيس مفرد ياخد كلمة was تبقى تشيس was played لعبة الشطرنج طبعا البارحة اوكي طيب او ليلة امسا دي طبعا الجملة في الباست سيمبل زي ما شفنا اخرها كده ان انا كل عملته ادي كلمة تشيس جات في الاود باي زيم انا مش عايزها كان مفرد ما كانها هنا شلناها مش محدد من اللي عمل وادي القاعدة بتاعتي اللي هي بي والتصريف التالت التصريف التالت طبعا من play played وطبعا verb to be اللي هي كانت اصلها بي خدت نفس تصريف بتاع played بلايد ماضي بقت ايه بي في الماضي was عشان كلمة تشيس لو كزا جيم مسلا او كزا لعبة كنت قلت مسلا where انتفقنا كده ده بالنسبة لل past simple مسال بسيط كمان مسلا قلت مسلا مسلا اللي كنت كتبه من شوية كنت بقول علي wrote فلو قلت مسلا علي مسلا sent مسلا 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 علي sent some emails last week علي فاعل sent ده فاعل some emails ده المفعول هتبقى طبعا كلمة some emails الاول some emails وبعد كده بقي علي وبعدين اتفقنا ادي القاعدة b والتصريف التالت هنطلع بنساهم الكلمة sent وساهم من عندها نازل sent طبعا كلمة sent طيب verb to be في الماضي هيبقى ووز او where emails جامع هتاخد where بقيت الجملة بتاعتي صام emails where sent by علي تمام؟ الزمن اللي بعده past continuous اللي هو الماضي الماضي الماضي